بداية لماذا استبقى البيت الأبيض زيارة دينكين إلى الصين بهذا التصريح الذي يقول فيه أن الولايات المتحدة لا تعول كثيرا على هذه الزيارة في تقريب وجهات النظر بين البلدين هذه ممارسة عادية الدبلوماسيون في هذه الإدارة دائما يخفضون من حجم التوقعات لذلك حيث إذا لم يحدث أي شيء فهم يقولون بعد ذلك أننا كنا على علم بأنه لن يحدث أي هي مستقدات وإذا حدث نجاح فإنه يقولون أننا كنا نتوقع أن تكون هناك نجاحات من الزيارة لذلك فإنني أتقد أيضا أنه لا يمكن التوقع الكثير من هذه الزيارة سوف يكون هناك تبادلا للأراء بين الجانبين فحسب نعم ما القضايا إذن المعقدة التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذه الانفراجة بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين هناك الكثير من العقبات لذلك فإنني أقول هناك عقبات أمنية وعقبات اقتصادية وكذلك أيضا عقبات في الأيديولوجيات فيما يتعلق بالأمن هناك توترات بسبب قضية تايوان وكذلك أيضا توترات بسبب حرب بحر الصين الجنوبي وكذلك أيضا العلاقات والتعاون الصيني مع روسيا فيما يتعلق بالحرب ضد أوكرانيا كذلك أيضا البناء العسكري الصيني وتطور العسكري فيما يتعلق بالنحية الاقتصادية بيل جيتس قال أن هناك العديد من الشركات الأمريكية لا تريد أن تتعامل مع الصين بسبب لأنهم لا يحصلون على تعامل جيد وعادل كذلك أيضا تم الضغط عليهم من قبل التجارة الأمريكية بسبب المخاوف من أن الصين تستحود على الشركات الأمريكية لذلك هناك تم خفض حجم التجارة فيما يتعلق بالشرائح الألكترونية وفيما يتعلق في مجال الأيدولوجي هناك العديد من المسائل الولايات المتحدة تنتقد ما تقوم به الصين في هونج كونج وكذلك أيضا الولايات المتحدة انتقدت أيضا القيود التي تفرضها الصين على شعبها فيما يتعلق بالقيود على الإنترنت هناك العديد من نقاط الاختلاف بين الجانبين نعم يعني إذا عدنا إلى مرة أخرى إلى تصريح جاك ساليبان والذي تحدث فيه عن عدم تعويل الولايات المتحدة على زيارة بلينكين إلى الصين في تحقيق انفراجة الجزء الآخر من التصريح هو أن الأهم من الناحية الدبلوماسية أو الحدث الدبلوماسي الأبرز هو زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى واشنطن فإلى أي مدى يمكن أن يعني يتعمد أو يقصد ساليبان الضغط على الصين بهذا التصريح حسنا أنت على صواب فيما يتعلق بهذا الأمر يمكننا أن نخبر الصينيين بأن لدينا أصدقاء إن كانت لديك روسيا فإن لدينا الهند واليابان وأستراليا وأوروبا وكانت ذلك أنت محق قد يكون ذلك يشكل ضغطا على الصينيين بأن الولايات المتحدة يمكنها أن تعمل مع الشركاء الآخرين وهذا سوف يكون مساعدا لها نعم على الطرف الآخر لقاءات المسؤولين الصينيين مع كبار ورواد الأعمال الأمريكيين إلى أي مدى يمكن أن تثير قلقا لدى واشنطن أم أنه على النقيد يمكن أن تسهم في الضغط على الصين لصالح الولايات المتحدة الأمريكية حسنا هذا سؤال رائع لأن الإجابة عليه سهلة الولايات المتحدة تريد أن يكون لديها علاقات تجارية مع الصين وهو شريك اقتصادي كبير ولكن في نفس الوقت لا تريد من الصيني أن تصل إلى التكنولوجيات الأمريكية لأن هناك مخاوف بأن الصين سوف تمرر مثل هذه التكنولوجيات وتصبح الاقتصاد الأقوى وبعد ذلك تصبح الدولة العسكرية الأكبر ولكن ربما يكون هناك تعاون مع الجانب الصيني إذا كانت الصين تريد مساعدة من الولايات المتحدة لتفادي العديد من المشاكل الاقتصادية فأعتقد أن هناك العديد من العقبات التي يجب بداية إزالتها بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتعريفة الجمهورية إلى آخرة لذلك هناك بعض الاتفاقيات التي يمكن أن نوصل إليها نعم إذن ما الأوراق الضغط التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الصين لتذليل هذه العقبات وفي المقابل ما المتوقع من الجانب الصيني؟ الولايات المتحدة لديها قوات كبيرة لديها الكثير من الحلفاء أكثر من الصين تحدثنا عن الهند وكذلك أيضا تحدثنا عن الفلبين واليابان وكندا ودول أوروبية الصين فقط لديها روسيا ولذلك فإن الولايات المتحدة ما زالت تنتج الكثير من الشرائحة الألكترونية أكثر من الصين لذلك فإن الولايات المتحدة يمكن أن تقلل من استيرادها لهذه الشرائحة من الصين أيضا هناك أيضا أن أعتقد أن الصين تريد تحسين العلاقة ولكن الصين لديها أيضا أوراق ضغط هناك أيضا يمكنها أن تلعب بهذه البطاقات في الأولى المقبلة ترجمة نانسي قنقر